نظمت ولاية مراكش أسفي لقاءً تواصلياً لفائدة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وذلك بمناسبة إحياء اليوم الوتني للمهاجر الذي يخلد هذه السنة تحت شعار دور مغاربة العالم في تنزيل النموذج التنموي الجديد وشكل هذا اللقاء الذي نظم بحضور والجهة مراكش أسفي عامل عملة مراكش السيد كريم قاصي الحلو فرصة لإبراز الدور الذي ينهض به أفراد الجالية المغربية بالخارج في تنمية بلدهم الأمة وانخراطهم في تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة وأبرز السيد قاصي الحلو في كلمة له بالمناسبة أن تخليد هذا اليوم يترجم العناية السامية التي ما فتئة صاحب الجلل الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجالية المغربية والتي تتجسد هذه السنة من خلال القرار الملكي القاضي بتيسير عودة مغاربة المهجر بأسعار معقولة إلى جانب دعوة جللته لكل الفاعلين في القطاع السياحي لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية قصد استقبال أفراد الجالية المقيمين بالخارج في أفضل الظروف وبأنسب الأسعار